إخفاءات قصرية وتوقيف مرتبات ومصير غامض لعدد من الجنود المعتقلين في الحد الجنوبي لدى السعودية ولدى مليشي الحوثي نظمة سام للحقوق والحريات قالت في آخر تقرير لها إن السعودية والحكومة الشرعية ومليشي الحوثي ملزمة بالكشف عن مصير آلاف الجنود اليمنيين المخفيين قصراً في سجون تشرف عليها السعودية أو المحتجزين لدى الحوثيين في الحد الجنوبي المنظمة أكدت أنها تلقت العشرات من البلاغات من أهالي معتقلي الحد الجنوبي للسعودية خاصة معتقل معركة أهل جبارة الذين اعتقلوا في أغسطس من العام الماضي شهادة مؤثقة لدى المنظمة تفيد بأن الجنود لدى السعودية يتلقون معاملة سيئة من بينها تأخير صرف الرواتب وإهمال الجرحة وكذلك الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري بالإضافة إلى التعذيب سام قالت أيضاً إن الكثير من الجنود اليمنيين جرى ترحيلهم إلى العاصمة صنعاء بعدما وقعوا أسرى في قبضة ميليشيا الحوثي وسمح لهم بالتواصل مع أهاليهم لمدة لا تتجاوز الخمسة دقائق بغرض طلب إرسال مبالغ مالية لتحسين ظروف المأكل والمشرب والحصول على الأدوية داخل المعتقلة ودعت المنظمة لأن يكون معتقل الحد الجنوبي أحد عنوين المفاوضات القادمة رافضة عدم إدراجهم ضمن مفاوضات تبادل المعتقلين والمختطفين بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي أهالي المعتقلين شكوا من توقف رواتب المقاتلين منذ أكثر من سنة ما ضاعف من معاناتهم ومعانات المعتقلين خاصة وأن البعض منهم يعاني من الأمراض ولا يجد الرعاية الطبية في سجون ميليشيا الحوثي السعودية وبحسب سام شكلت ألوية عسكرية وأوكلت قيادتها لشخصيات سلفية موالية لها تنقصها الخبرة القتالية لتدير الحرب في الحد الجنوبي وهما سبب كارثة أهل جبارة المنظمة أكدت بأن السعودية أوكلت إدارة الحد الجنوبي إلى خلية عسكرية بقيادة لجنة مشرفة على تجنيد مقاتلين يمنيين وتوزيعهم على المحاور القتالية في المعسكرات التي جرى إنشاؤها للدفاع عن حدودها مع اليمن دون أي تنسيق مع وزارة الدفاع في الحكومة الشرعية معتقلوا ومفقودوا الحد الجنوبي بحسب سام هم إحدى الانعكاسات الكارثية للحرب اليمنية التي تكشف الوجه البشع للاستغلال اللا إنسان لحاجتهم فأجبروا على القتال أملا في إعالة أسرهم